نحن هلأ يصرنا بموسم قريب على المدارس الشارع تتفتح المدارس وترجع التلاميذ لمدارسها نحن بهذه الأيام وبهذا الوضع اللي عم نواجه بهالأزمة الاقتصادية وارتفاع الدولار وغلاء المعيشة عم نلاقي صعوبة بتأمين مواد القرطسية والألبس المدرسية من حقائب وما يلزم لهذا الموضوع يعني نحن هلأ بوضع صعب كتير فاللي عنده ولد أو عنده أكثر من أربعة أو ثلاثة بالمدارس الله يعين الوضع اللي بدي مر فيه غلاء معيشة ورفع دولار وقلت شغل عندي أربعة ولد بالمدرسة محتاجين نأمل هنا قرطسية ما فينا نجاب لهن حقائب للمدرسة غلي كتير ما في أمين لهن أجور أتوكور ما في أدفع لأن الأتوكور بده بالدولار وولادي عندي أربعة مبعدتون على المدرسة بالمطار بالتالج ماشى سايدنا على الأقدام مدرستنا بعدي شوي حقق ليم دفاتر اتيب للمدرسة ما في أمين لهن لأن ما في مردود عليا سوى كارتها للأمم كارت الأمم غزائي بجيب في غرض للبعد بالمدرسة ما عم ما أمنون هون شي لا دفاتر لا كتب لحقائب للم حيات ما فينا نأمل هون أبدا ووضع عليكم بالعان ووضع ما ساوي كتير أنا عندي أولاد بالمدرسة ومع هالغلاء اللي عم يصير وهالوضع الاقتصادي اللي صير عندنا هون الوضع القرطاصي ما عم نحسن نأملون إياهم من هالغلاء عندي ولدان يعني قلهم الشناتي يعني قلهم سنتان عندهم هلأ ما فيه ما بحسن جبل قرطاصي من هالغلاء اللي صغير والوضع الصعب ارتفاع نسبة مبيع من هذيك السينة لهلأ ناقصة ناقصة عندك تقريبا النص يعني هذيك السينة كنا نبيع شهريا نحنا نفترض بألف دولار هذي السينة عم نبيع شهريا ١٠٠ دولار مبيع بشكل عام يعني قرطاصي فاختلفت كتير الأوضاع يعني هلأ بتعد بالنهار بتلاقي ثلاث زباين ما سينفيتوا عندك سألوك سؤال كذا سؤال بيأخذوا من هالكذا سؤال طلب واحد اشتركوا في القناة